أما في ولاية التقانت فقد خلدت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين بمدينة تيججا العيدة الدولية للشغل تحت شعار الحياة الكريمة والسكن اللائق حق للمدرس تميزت الاحتفالات بمسيرة راجلة لمتلسبي النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين جابت الشارع الرئيسية بمدينة تيججا إلى ساحة الاستقلال بمدينة تيججا حيث أنهت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين منسقية تقانت مسيرتها الراجلة وذلك تخليدا لفاتح مايو العيد الدولي للشغل تحت شعار الحياة الكريمة والسكن اللائق حق للمدرس ممثل النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين قرأ بيان النقابة والذي يحمل عدة مطالب يرى المعلمون أنها مطالب لا تقبل التسويف وفقا للبيان وهي إعادة الاعتبار للمدرس وصون مكانته وهيبته مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين بما يضمن لهم العيش الكريم منح قطع أرضية للمدرسين مع رسم سياسة فاعلة وقابلة لتطوير لتوفير السكن للمدرس مطالب يرى المدرسون أنها كفيلة بتغيير واقع التعليم وعودة المعلم لمكانته كمرب للأجيال وصانع لقادة المستقبل عبدالله والإسلم الموريتانية مدينة تيججا